برعاية سعادة سيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة افتتح الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة مصنع التعاون للمواد الغذائية هذا وأشاد عدد من المسؤولين بتعاون وزارة الصناعة والتجارة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يرفع من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ودعمه للاقتصاد الوطني تماشيا مع استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 ضمن خطة التعافي الاقتصادي افتتح مصنع التعاون للمواد الغذائية وأكد الدكتور خالد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة خلال الافتتاح أن مملكة البحرين ترحب بكافة الاستثمارات التي تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي في ظل التسهيلات التي تقدمها بناء على الرؤى والاستراتيجيات الهادفة والتي تأتي معززة لموقع المملكة الاستثماري هذه المصنع يعتبر ثمرة لاستراتيجية قطاع الصناعة التي تم اطلاقها في العام 2021 لعل من حسن الطالع اليوم أن نفتتح ثاني مصنع للأغذية خلال هذه السنة بعد افتتاح مصنع بافكو الشهر الذي فات تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء طبعا استراتيجية قطاع الصناعة تستهدف عدد من الصناعات من ضمنها الصناعات الغذائية ونحن نؤمن في تحويل التحديات إلى فرص واليوم هذه الفرصة الاستثمارية من الأكيد ستحقق الأمن الغذائي الذي نطمح له وتلبي توجيهات سيدي سمولي العهد رئيس مجلس الوزراء في ضمان توافر السلع الأساسية لضمان استقرار سعارها ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية في مملكة البحرين وبشتى المجالات الصناعية تؤكد أن الجهود مستمرة لتعزيز الاستثمارات المحلية واستقطاب الصناعات النوعية والتنافسية وتوطينها بما يخدم السوق المحلية والإقليمية والعالمية اليوم نشهد افتتاح مصنع غذائي ثاني اللي بينتج الهيل وبينتج الفول والسمسم فمثل هذه المصانع جدا مهم مهم للأمن الغذائي مهم حكسها للسلة التوريدات مهم جدا أن يكون عندنا غذاء متوفر في البحرين للمواطن البحريني الرؤية 2030 كانت مشجعة جدا ودعم الوزارات وتسهيلها ثم من أجل المحافظة على الديمومة للعمل الصناعي ومن أجل الأمن الغذائي بمملكة البحرين طبعا في مصنع التعاون كمديرة جودة نحرص أن منتجاتنا تكون توصل إلى المستهلك بكامل الجودة والسلامة لهذا السبب نحن حرصنا أن ناخذ شهادة الآيزو في سلامة الغذائية على أساس نتبع المنتج من البداية في حال وصولها كمادة أولية لحد وصولها في النهاية إلى المستهلك في الأسواق تستمر مملكة البحرين بتوفير الأمن الغذائي ومواجهة التحديات التي يشهدها العالم من تأمين الغذاء وسلاسل التوريد وضمان تدفق الغذاء عبر ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الصناعة الغذائية يأتي افتتاح مصانع المواد الغذائية في مملكة البحرين لتعزيز أمن غذائي مستدام وضمان الاحتياجات الأساسية في الأسواق المحلية بما يتسغ مع الرؤية التنموية الشاملة رين جناحي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين